نكمل ما تكلمنا عنه سابقا خلال هذه السنتين بسبب انتشار كورونا وبسبب بعض المناطق المقفلة في صعوبة في الوقوف على بعض المصانع وصعوبة وقوفة على مناطق العود يتم التخاطب مع بعض المصانع ورسال عينات واختيار الأجود منها نعرف أن نحسن ثلاث جودات منها في المتدني وفي الوسط وفي الجودة العالي اللي هو البيور فحنا دائما نحاول بقدر المستطاع ناخد البيور برسال عينات ويتم الاختيار هذه عينات سابقة الشهر الماضي تقريبا هذه عينات وصلت خلال هذا الأسبوع طبعا بعضها من اندونوسيا وبعضها من فتناما وبعضها من لاوس شهر قاسي بصفة عامة وتكون مرقما بعض المصانع بأرقام لكي لا يتم لخبط بين العينات هنا مثلا المروكي ايضا هنا مروكي بعض الكسر كبير وبعضها هذا مروكي محسن درجة عالية الذي لا يعرف العود يقول هذا عود طبيعي هذا الذي يلاحظه يقول هذا عود طبيعي لكن هذا محسن بجودة عالية ان شاء الله يتم فرزه واختباره خلال اسبوع سبعين هذه واخذ الأجود ايضا منها نحن في المؤسسة نوفر من 10 الى 15 روع محسن بجودة عالية سواء للبيع الجملة وسواء بيع القطاعي والبيع عندنا دائما بسعر الجملة كذلك هنا ايضا هذا لاوسي هذا تقريبا لاوسي ايضا محسن وبعضهم فتنام وايضا ايضا هنا مروكي كذلك في المعامل المعامل بعد كل طبخة نختار بعض العينات ويتم فرزها واختبار الروائح المعامل في بعضها فيها صعوبة حتى في الاختيار فلا بدي يتم اختبارها سابقا لانها من طبخة الى طبخة تختلف التشميس والعطور المستخدمة والزيوت فحتى وضعنا حتى للمعامل يكون فيه اختبار قبل الاختيار هذا بالنسبة ان شاء الله بالله الاختبار بعض العواد المحسنة وبعض المعامل او البخور الذي لدينا ترجمة نانسي قنقر